رسمياً خلفاً للمملكة المغربية الشقيقة كرئيس مشترك مع الاتحاد الأوروبي ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بالجهود المتميزة للمملكة المغربية الشقيقة خلال السنوات السبع التي شغلت فيها رئاسة المتدب والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في دوره كمحفل دولي له مساهمات مقدرة فيما يتعلق بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف على نحو يواكب التطورات المتلاحقة في هذا المجال تتولى مصر رئاسة المشتركة للمنتدى في توقيت يواجه في المجتمع الدولي تحديات ضخمة تفاقم من الأسباب والجزور التي تغزي الإرهاب من صراعات سياسية مركبة إلى أزمات اقتصادية طاحنة أثرت بالأخص على الدول النامية إلى أزمة مناخ وصراع على الموارد الطبيعية وبما يحتم علينا تعزيز أطر التعاون الدولي لمكافحة تلك الظاهرة مع احترام التزاماتنا الدولية في إيطار مكافحة الإرهاب من ناحية أخرى ورغم جهود المجتمع الدولي لمجابهة التنظيمات الإرهابية والنجاح الذي تحقق بهزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق فإن خطر الإرهاب لم يشهد تراجعاً في وطأته حيث تساعدت حدة وخطورة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية فضلاً عن استمرار ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين ما زالوا يهددون أمن واستقرار الدول وقد أدى اتساع النطاق الغرافي الذي تنشط فيه المنظمات الإرهابية خاصة في قارتنا الأفريقية إلى سقوط العديد من الضحايا للإرهاب وتدهور الأوضاع الأمنية وتهديد السلم المجتمعي وتراجع النمو الاقتصادي ومما زاد من خطورة التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية والتعقيدات المرتبطة بمكافحتها تنامي اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مقربها الخبيثة وفي مقدمتها استغلال شبكة الإنترنت للترويج لخطابها المنحرف سعياً للتجنيد المزيد من الأفراد ونجحها في استخدام الطائرات المسيرة والعملات الإفتراضية وغيرها من التطبيقات الحديثة لتعزيز نفوذها وتمويل أنشطتها هذا وقد واجهت مصر خلال العقد الماضي موجة غير مسبوقة من التهديدات الإرهابية سهدفت أمنها ومقدرات شعبها وراح دحياتها عدد كبير من أبناء الشعب المصري إلا أننا نجحنا في القضاء على ذلك الخطر بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية ومن خلال اتباع مقربة شاملة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية في حزب وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما في ذلك ضحض الخطاب المنحرف المحرد على الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف خاصة من خلال مبادرة السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتكديد الخطاب الديني وجهود مرسد الأزهر لمخافحة التطرف ومركز السلام التابع لدر الإفتاء المصري سيدات والسادة إيمانا مننا بإمكانات المنتدى فإننا عزمون كرئيس مشترك مع الاتحاد الأوروبي على أن تأتي مسألة ضم جهود الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياتنا من خلال تطبيق مقربة شاملة تعالج مسببات الإرهاب ترتكز على بناء الخدرات الوطنية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وذلك من خلال برنامج برامج محددة تتسخ أولويات واحتياجات الدول الأفريقية ذاتها وتهدف إلى دعم جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمحاولها الأربعة وقد حرسنا في هذا الصدد على تنظيم فعالية أمس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون حول الاستجابة المتكاملة للتهديدات الإرهابية المتنعمية التي تواجه الدول الأفريقية اتصالا بما سبق وفي دوق أهمية استمرار العمل على تطوير المنتدى وتعزيز فعلياته وتحقيق الأهداف الذي أنشئ من أجلها فإننا سنولي اهتماما خاصا خلال فترة رئاستنا المشتركة على مؤامة مخرجات المنتدى مع المتغيرات المتلاحقة وجعلها أكثر عملية على نحو يعزم من مردودها على الدول الأعضاء ومن هذا المنطلق انعكس ذلك على برنامج اجتماعنا اليوم حيث حرصنا على تضمينها جلسة تفاعلية حول سبل تطوير عمل المنتدى كما نعتزم خلال فترة رئاستنا المشتركة للمنتدى العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة وإلى مزيد من الاهتمام بدور المرأة في سياق مخافحة الإرهاب والتطرف بما في ذلك البعد الخاص بالعدالة الجنائية سيدات والسادة وانهاز المنطلق فانني أدعوكم للمشاركة بفعالية في المناقشات التي ستدور حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والذي سيتضمن ضمن أمور أخرى رؤيتنا المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لقيادة المنتدى وتطلع إلى التوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة تعزز من الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وختاما وأكد لكم أن مصر لن تدخل جهدا بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي للبناء على النجاحات التي تحققت في السابق سعيا لبلوغ أفاق جديدة لتطوير عمل المنتدى ولتحقيف أهدافه وتعزيز دوره شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر